سأعرض لكم في هذه الشاشة التي عنوانها السستاني والأمريكان معطيات مهمة أتمنى أن تدققوا النظر فيها الحلقات التي أمامنا عديدة والمعطيات كثيرة والوثائق وفيرة أبدأ معكم من هذا الفيديو عبر القناة الفضائية الأمريكية سي سبانتو والتاريخ 3-4-2003 في بدايات دخول الأمريكان إلى العراق 3-4-2003 وعبر الفضائية الأمريكية سي سبانتو إنه نائب ومدير القيادة المركزية الأمريكية للعمليات للعمليات العسكرية الجنرال فينسنت بروكس يتحدث من المركز الإعلامي للتحالف في الدوحة من قطر يتحدث عن أن السيستانية صدرت منه التعليمات للمواطنين العراقيين أن يلتزموا الهدوء وأن يتركوا قوات التحالف تقوموا بعملها وهذا فعلا هو الذي حدث في تلك الأيام إنها الفتاوى الشفهية ربما يقول قائل ما من نص فتوائي كثير من فتاوى السيستاني ليست لها نصوص هذا هو الذي حدث في بدايات دخول الأمريكان انتشرت التعليمات عبر وكلاء السيستاني عبر أتباع السيستاني من توصية العراقيين في المناطق الشيعية أن يلتزموا الهدوء وأن يتركوا قوات التحالف كي تقوم بعملها رجاء اعرضوا لنا الفيديو المعليمات عبر أتباع السيستاني the last thing I'll point out is first in the wake of yesterday's operations near Najaf and really our operations to date a prominent cleric Grand Ayatollah Sistani who had been placed under house arrest by the regime for a considerable period of time issued a fatwa and it was done this morning instructing the population to remain calm and to not interfere with coalition actions نعتقد أن هذا مرحباً جدًا ويوجد أخرى أن الراقي رجيم يتحركها قطعاً هذا الكلام ليس دقيقاً من أن السيستاني كان تحت الإقامة الجبرية من قبل النظام لفترة طويلة السيستاني كان على علاقة حسنة مع البعثيين مثل ما كان الخوئي على علاقة حسنة مع البعثيين أيضاً لا أريد أن أناخش هذه القضية فهذا الموضوع تحدثت عنه في برنامج مجزرة سبايكر إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة فعودوا إلى ذلك البرنامج بالتفاصيل والوثائق والمعطيات الذي أريد أن أنظر إليه هو هذا الذي تحدث به الجنرال فينسنت بروكس تم هذا الصباح الإعاز للمواطنين بالتزام الهدوء وعدم التدخل في أعمال التحالف القوات الأمريكية ومن معها نعتقد أن هذه نقطة تحول مهمة للغاية رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهد من المعلومة من بيواجهات المتحدة يت hashtags العديد من شهر موجودة في علاة أعمال الواجهاتي ومعنا نتجاه في حتما وفرحاتنا قائمة وعربيات المتحدة ومعنا يستطيع آتين قاما يدعون مدر وغانا يساعدون الحمال والأجلال وفي تاريخ مقارب لتاريخ الفيديو المتقدم هناك فيديو آخر أيضاً عبر الفضائية الأمريكية سيسبان لكن هذه سيسبان الأولى وتلك التي مرت سيسبان الثانية بتاريخ عشرة أربعة 2003 إنه نائب وزير الدفاع الأمريكي شخصية أمريكية كانت ذات تأثير قوي جداً في وقتها في السياسة الأمريكية وفيما يرتبط ببرنامج تحرير العراق احتلال العراق وفقاً للمسميات المختلفة بول وولف ووتس يتحدث عن موقف السيستاني من الوجهة الفتوائية والشرعية وحديثه هذا ليس للإعلام مثلما كان حديث الجنرال بروكس الحديث هنا في جلسة في الكونغرس الأمريكي رجاءً اعرض لنا الفيديو مستعونين المعصب الأنفذي شكراً عزيزي وليست مستوى الحقيقي قوموا بتنجد ق Satاني قبل المهمة موسيقى المترجم للقناة الكلام هو عن الإقامة الجبرية التي لا حقيقة لها لا نريد أن نناقش كل صغيرة و كبيرة الكلام عن الفتوى من أن سيستاني أصدر و بحسب تعبيره ما قد يكون أول فتوى مؤيدة لأمريكا في التاريخ في التاريخ الشيعي في تاريخ النجف و نصح المؤمنين المؤمنين بفتوى بفتوى السيستاني بعدم إعاقة قوات التحرير و المساعدة في إنهاء هذه الحرب ضد الطاغية بنجاح هذا الكلام كان حقيقيا لكنه عبر الفتاوى الشفهية و أنا لا أشكل على السيستاني هنا أنا أعرض لكم الحقائق هذا الموقف كان موقفا صحيحا من السيستاني أنا لا أريد أن أبحث في نوايا فلست عالما بالنوايا لكن هذا الموقف كان موقفا منطقيا و كان موقفا حكيما أنا لا أعترض على موقفي هذا أبدا إنما أستعرض لكم علاقة السيستاني بالأمريكان لا أعلم النوايا حتى أحكم على النوايا ولكن من خلال جمع القرائن و المعطيات و من خلال المواقف و التصريحات و من خلال كل التفاصيل التي تجري على خشبة المسرح أو في كواليس المسرح أو في الدهاليز التي هي خلف الكواليس يمكننا أن نصل إلى الصورة الحقيقية الكاملة بغض النظر أننا نملك علما بالنوايا أو أننا لا نملك علما بالنوايا قطعا نحن لا نملك علما بالنوايا لكن كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان و معروف من أن ما في المكنون تفضحه العيون هناك من القرائن هناك من المعطيات التي توصلنا إلى الحقيقة بنحو أو آخر رجاءً أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومات المعطبات كي يتسنى للمشاهدين أعلم أن يتسنى للمشاهدة في إراق لكما يجب ولكن لا يتحرك ليس للمشاهدة أن المعطبات أن العالم يريد أن يقوم في همه يمكنك من المؤمن لديه الآي سistani يتسنى للمشاهدة يوجد من حيات الثالث 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 يرى في السلطة مقال فاتوة. He advised believers not to hinder the forces of liberation and help bring this war against the tyrant to a successful end for the Iraqi people. Sistani, referring to recent events, was reported to have quoted the Prophet Muhammad saying there is good in what happens and added himself our people need freedom even more than air. Iraq has suffered and it deserves better government. There is also over the United States C-SPAN and in the past 22-4-2004 in the United States 22-4-2004 in the United States and in the United States who was talking about who was talking about the Senator Joseph Biden that was the President of the United States الرئيس الحالي هو سيناتور عن ولاية ديلاوار جوزف بايدن لكنه يخطئ في لفظة النجف فيقول نافجة ويتحدث عن النجف وحديثه بالضبط عما جرى من دخول الصدريين إلى الحرم العلوي والأحداث التي كانت في ذلك الوقت أيام كان أياد علاوي واللفظ الصحيح إياد علاوي ولكننا اعتدنا في ثقافة العراقية أن نقول أياد علاوي حينما كان أياد علاوي رئيسا للوزراء رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو ما يحدث عنه هناك في أي مدرسة نافجة. وكبه هناك مدرسة أكبر مدرسة. كم الأشهر من الرجالي يتقدم بإمكانها وإنما يقصد بإمكانها خروجه أكبر. فإنما يتقدم بإمكانها تأخر مدرسة. وأرى أنى أدريساً كي يحدد أنه يسلل. إذا كان ينتهي في التكاريخ. كما حقبتار ستاني وفي أن يسلل. لا يتخلقها وفي so Hernاني. because he can't afford to be seen as siding with an American force. قطعا هذا الأمر بعد أن احتدم الصراع في النجاف ودخل الصدريون إلى الحرم العلوي وكذلك دخل مقتدى الصدر إلى الحرم العلوي المشكلة التي كانت في وقتها سنة 2004 ميلادي بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم سنة 2003 كثيرون منكم يتذكرون تلك الأحداث ممن كانوا عاشوها ماذا يقول بايدن؟ يقول لأن السيستاني لا يستطيع أن ينظر إليه على أنه يقف إلى جانب القوة الأمريكية وهذا هو الذي سار عليه برنامج السيستاني لم يلتقي بشكل علني مع شخصية أمريكية نعم ولده محمد رضا يلتقي بالأمريكيين بشكل سري أما هو السيستاني بحسب معلوماتي لم يلتقي بشخصية أمريكية لا أقول على الإطلاق سيتضح لنا من أنه التقى بشخصية أمريكية وبالوثائق سأبين لكم ذلك لكن بشكل عام لم يلتقي السيستاني بشخصية أمريكية ممن هم في قيادة القوات العسكرية الأمريكية أو ممن هم في السفارة الأمريكية أو ممن هم في سلطة الاحتلال آنذاك لم يلتقي السيستاني بهذه الشخصيات التقى بشخصية أمريكية سنتحدث عن هذا الموضوع وبالوثائق في قادم الحلقات لكن بشكل عام نقول من أن السيستاني لم يلتقي بشكل علني وحتى بشكل سري مع الشخصيات الأمريكية محمد رضا السيستاني يلتقي بالشخصيات الأمريكية بشكل سري وتواصل محمد رضا السيستاني مع الأمريكان جار إلى هذه اللحظة وأعتقد أن شيئا من هذا الكلام مر في الحلقات الأولى في بداية هذا البرنامج لا أريد أن أناقش المسألة بكل تفاصيلها الحلقة طويلة وهناك حلقات كثيرة ستأتينا فيها الكثير من هذه المطالب فبايدن هنا يتحدث عن برنامج السيستاني مع الأمريكان والأمريكان استجابوا له الأمريكان تعاونوا مع السيستاني في هذا البرنامج لأجل أن يحافظوا على كرامته على احترامه فيما بين الشيعة وهم ينتفعون من ذلك وهذا سيظهر واضحا وواضحا جدا من خلال تتبع التفاصيل ومن خلال معرفة الحقائق وما يجري في الكواليس هنا بايدن يقول من أن السيستاني لم يرد أن يتعرض مقتدى الصدر لأذن لضرر من قبل القوات الأمريكية لماذا؟ هل هو محب إلى هذا الحد لمقتدى الصدر الأمر ليس كذلك وأنا أقول لكم من أن السيستاني إلى هذه اللحظة يحافظ على مقتدى الصدر لماذا؟ لأن مقتدى الصدر إذا ما قتل حتى لو لم يكن السيستاني وراء ذلك فإن أتباع مقتدى الصدر سيهدمون بيت السيستاني على رأسه طابوقة طابوقة فهو في الحقيقة حين يحمي مقتدى الصدر إنما يحمي نفسه وإلا فإن برايمر الحاكم الأمريكي للعراق في مذكراته صريحا قال من أن موفق الربيعي نقل له رسالة عن السيستاني هو فهمها برايمر من أن السيستاني يريد القضاء على مقتدى الصدر لكن بشكل بعيد عنه مثل ما يفعل ولده محمد رضا هؤلاء القريبون من محمد رضا ينقلون هذا الكلام عنه حينما يراجعونه الذين يشتغلون تحت يده حينما يراجعونه بخصوص إذاء شخص ما بخصوص تسفية شخص ما بخصوص اعتقال شخص ما بخصوص أي إضرار يلحق بشخص ما يريدون أن يقوم به لأنه مخالف لهم ماذا يقول لهم محمد رضا السيستاني افعلوا ما تجدونه نافعا ولكن دعوني بعيدا عن الموضوع هو الذي يعطي الأوامر وهو الذي يعطي الشرعية لما يقومون به لكنه يبقى في الظل يقول لهم دعوني بعيدا عن الموضوع لا تقحموا اسمي في الموضوع وفعلوا الذي تجدونه مناسبا فهو يعطيهم الحرية الكاملة في أن يفعلوا ما يريدون أن يفعلوا بذلك الشخص هذا الكلام ليس تحليلا هذه معلومات دقيقة ولها تطبيقات وأنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع لو كنت بصدد الحديث عن هذا الموضوع بإمكاني أن أعرض لكم معطيات وأمثلة وتفاصيل إنما أردت أن أوضح لكم الفكرة بمثال من داخل الواقع السيستاني هذا هو كتاب برامر بنسخته الإنجليزية الأصلية ماير إن إراك والذي ترجم إلى اللغة العربية عام قضيته في العراق ماير إن إراك بول بريمار الحاكم الأمريكي في العراق إذا ما ذهبنا إلى الفصل السابع chapter 7 هذا هو الفصل السابع chapter 7 يبدأ من صفحة 178 إذا ذهبنا إلى الصفحة 198 هو يقول سيستاني had told ربيع that his preferred option was that مقتدى simply was no longer around by that I assumed that he wanted the young man dead من أن الرسالة وصلته من السيستاني عبر موفق الربيعي هو لا يريد البقاء لمقتدى لمقتدى الصدق برامر يعلق يقول الذي فهمته من هذا من هذه الرسالة من أن السيستاني لا يريد الحياة لهذا الشاب he wanted the young man dead هذا النص الأصلي الذي كتبه برامر في النسخة الإنجليزية رجاء أن اعرضوا لنا صورة كتاب برامر في نسخته الأصلية الإنجليزية هذا هو كتاب برامر برامر في نسخته الأصلية الإنجليزية ههو موجود بين يدي على الطاولة هذا هو كتاب برامر في نسخته الأصلية الإنجليزية هذه النسخة العربية رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب برامر في نسخته العربية هذه صورة كتاب برامر في نسخته المترجمة إلى اللغة العربية وهذه النسخة بين يدي أيضا على الطاولة تشاهدونها عبر الشاشة هذه الطبعة طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان والمترجم هو عمر الأيوبي وهذه الطبعة طبعة 2006 ميلادي إذا ما ذهبنا إلى الصفحة 254 بالضبط إنها ترجمة للنص الإنجليزي الذي قرأته عليكم قبل قليل أبلغ السيستاني الربيعي بأن خياره المفضل هو أن لا يبقى مقتدى هذا هو الخيار المفضل أن لا يبقى مقتدى وافتردت بذلك هكذا فهمت أنه يريد أن يقتل الشاب السيستاني ليس غبيا أن يصرح بعبارة قتل مقتدى وإنما يتكلم بطريقة آخندية مغلفة و الرجل كان أمينا أبريمار قال أنا الذي افتردت هذا الأمر و افتردت بذلك من خلال فهمي لأنني ماذا أفهم من هذه الرسالة رسالة من السيستاني إلى بريمار عبر موفق الربيعي أبلغ السيستاني الربيعي بأن خياره المفضل هو أن لا يبقى مقتدى عبارة تحتمل أكثر من وجه أن لا يبقى على قيد الحياة أن لا يبقى في النجف أن لا يبقى بهذه القدرة و سيطرة على الحضرة العلوية إلى بقية التفاصيل و افتردت بذلك أنه يريد أن يقتل الشاب السيستانيون على عادتهم و على طريقتهم يكذبون فيما يقولون و يكذبون الحقائق التي تطرح في هذين الكتابين السيستانيين هناك تكذيب بطريقة مغلفة و ليس بطريقة صريحة واضحة لما جاء في كلام أبرامر هنا لما افترضه و فهمه من كلام السيستاني هذا الكتاب الأول النصوص النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية اعداد حامد السيستاني في المسألة العراقية حددتكم سابقا عن هذا الكتاب و هذه نسخته بين يدي على الطاولة تشاهدونها عبر الشاشة هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي الطبعة الأولى 2007 ميلادي بيروت لبنان في صفحة 417 هناك ملحق تعليقات على مذكرات بريمار في صفحة 436 نقلوا كلام بريمار الذي قرأته عليكم من النسخة الإنجليزية والعربية وعلقوا عليه عملية تكذيب بطريقة مغلفة والتفافية على المضمون لا أريد أن أناقشهم هنا ولست مهتما لهذه المسألة وأيضا هذا الكتاب من كتبهم الإمام السيستاني أمة في رجل رجاء اعرض لنا صورة هذا الكتاب هذا هو الكتاب الذي أحدثكم عن الإمام السيستاني أمة في رجل هذه طبعة مؤسسة البلاخ الطبعة الأولى 2008 ميلادي يعني أن هذا الكتاب طبع بعد الكتاب السابق الكلام هو هو في صفحة 379 تعليقات على مذكرات بريمار الكلام بنصه وبتمام عبائره الذي جاء مذكورا في كتاب النصوص الصادرة أيضا في صفحة 397 نقلوا كلام بريمار ونقلوا نفس التعليقات التي أشرت إليها وجاءت مذكورة في كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السستاني في المسألة العراقية طريقتهم في التكذيب كانوا عليها لا زالوا عليها ويستمرون عليها وقد فضحت أكاذيبهم حينما تحدثت عن المراسلات فيما بين السستاني وبريمار من خلال الوثائق والحقائق والمعطيات فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج وفي برامج سابقة أيضا إلى أين أريد أن أصل أنا لست مهتما بموقف السستاني من مقتدى لكنني أريد أن أصل إلى الطريقة التي يتعامل بها السستاني مع الأمور من أمثال هذه القضية أسلوب المخاتلة والمخادعة على طول الخط وإلى هذا يشير بايدن لأن السستاني لا يستطيع أن ينظر إليه على أنه يقف إلى جانب القوة الأمريكية ومن هنا فإن الأمريكان يتفهمون هذا الموضوع ويتعاملون على أساسه لا حبا بالسستاني لكنهم يعلمون إذا بقي السستاني على صورة التكريم والتخديس عند الشيعة فإنهم سينتفعون منه أكثر وهذا سيتضح بشكل صريح وواضح من خلال المعطيات الكثيرة التي سأضعها بين أيديكم رجاء أعيد بث فيديو بايدن كي يتسنى للمشاهدين التأكد من المعلومات ما يحدث لأنه لا يمكن أن يظهر أن يظهر بأنه يظهر بأسفارة الأمريكية. و ألف عنها حامد الخفاف نفسه هذا صاحب كتاب النصوص الصادرة ألف كتابا عنوانه السفرة العلاجية. قطعا ذكر الصور الجميلة التي يريدون لها أن تظهر. أما الخفايا و الكواليس لن تذكر في مثل هذه الكتب. و ربما هناك من الخفايا حامد الخفاف نفسه لا يعلم بها. فالخفايا يعلم بها السستاني بالدرجة الأولى و يصاحبه ولده محمد رضا و من بعده يأتي الآخر. أعرض بين أيديكم فيديو أيضا من نفس الفضائية الأمريكية. سيسبانتو الفيديو يتحدث فيه الناطق باسم الخارجية الأمريكية في مبنى وزارة الخارجية. يتحدث في القاعة الإعلامية بتأريخ 25 ثمانية 2004 ميلادي. آدم آرلي يتحدث عن عودة السستاني من لندن إلى النجاف و من أنهم فرحون بعودته. رجاءً اعرضوا لنا الفيديو. يسعدنا أنه تعافى من العملية الجراحية و نتمنى له التوفيق. إنه يتحدث عن عودته من لندن. لا أريد أن أدخل في تفاصيل العملية الجراحية و ما الذي جرى في لندن. موضوعنا ليس هذا إنني أتحدث في ضوء عنوان الشاشة الثانية السستاني والأمريكان. رجاءً أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومات. يتحدث عن عودة السستاني. يتحدث عن عودة السستاني. في هذه الأجواء. إياد علاوي وبتعابيرنا الشعبية العراقية أياد علاوي الذي كان رئيسا للوزراء يحدث هنا عن تلك الأوقات عبر برنامج آخر اليوم ومن قناة هنا بغداد هذه قصة هذه قصة مهمة بني ويحشي لك قصة وعاد أقمش منها يلا اليوم طامع بالأسر ما أطلب أسمع أنا بالمكتب عادتها ما أقول حلميز أطلق من الموزر أجوا بعض رجال الدين الشيعة بعض الأشخاص سمعنا وإلى أحمد أفندية فبعدين طلعوا بقواحة أثمين وقالوا وقلت يعني أطرب الحضرة يعني خلصنا يا أخي ورجعها الدين بياناتنا فأني حقيقة يعني هلقد ما صرت عصبي قضربت الميز بوقس بإيدي هاي تكسرت هاي اليمنى تكسرت وأني كان عندي سفرة إلى يعني هذه المشكلة دائما بهذه اليد بسبب ذلك الحادثة؟ هاي أضربت أضربت الميز بقوة حسيت والله نهار حسيت ما صرت عصبي قلتوا معاني أضرب الحضرة؟ يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي إذا نتحامل إحنا معنا هو أنا كنت أريد أسر عن هذه النقطة دلتور يعني هاي منه شوان هما تسربت بالنتيجة تسربت؟ بذي تسربت عبد الله يرحمه أبو إبراهيم سيد محمد بحر العلوم أولاده أرفعوا بالقصة ويعرفوها يعني يعني يعرفوها ونقلولهم بعض القاعدين لأن الحقيقة إحنا ما كنا بدون ذكر أسماها هاي هذه الشخصيات من النجف كهات لا لا ما أقدر أذكر أسماها تسمح لي يعني مو مو مصحي نعم الكلام هو هو يؤكده في برنامج كالوس عبر قناة الفرات الفضائية دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد ما كل شي لأن احنا تعرف يعني أكو قيم ومقاييس وأخلاق ناشينا عليها ما نقدر نغيرها ما نقدر أتخاصموا يا واحد أدع جاء ضربوا صحيح قالوا لك أضربوا الإمام بعدين نبني قالوا لك أضربوا الإمام حتى لو كان بي الصدر بعدين نبني بل هي حاية هي حاية اللي هي حاية اللي كسرت إيدي حاية اللي ضربت الميز حاية بيها قالوا لك فلش ونبني قال لي خلي أضرب يؤمنوا جماعتنا يقولوا خوافق على ما ضربوا بصاروك واضرب الصحن الصحن كله فأنا كل أسرت عصبي حاية اللي ضربت الميز طبعا لن حسمي أسماء ضربت الميز بيدي حسيت نار دخلت بيدي إلى إيش أسماء هذه العمائم التي تطالب بقصف الحضرة العلوية وتطالب رئيس الوزراء أيا كانت الأسماء لا أريد أن أتحدث عن الأسماء هنا لكن هذه العمائم لا تخلو من احتمالين الاحتمال الأول أنهم يحملون أمرا من المرجعية السيستانية بشكل مباشر فمن الذي يجرؤ على مثل هذا الأمر ويخاطب رئيس الوزراء بهذه الطريقة فإما أنهم يحملون أمرا مباشرا من المرجعية السيستانية وهذا أستبعده لأن السيستان يتعامل بطريقة المخاتلة وبطريقة المخادعة وباللف والدوران ويدفع بغيره كي يحقق له مراده هذا هو أسلوبه منذ بدايات حياته وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالمعطيات والتفاصيل تحت عنوان أسلوب المخاتلة السيستاني عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر ستطلعون على كثير وكثير من الحقائق الاحتمال الثاني هناك من حركهم وهم عالمون برضى المرجعية عن ذلك وبعدم ممانعتها استمعتم إلى كلام على بشكل واضح أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الموضوع لكنكم اجمعوا الخيوط ما بين ما فهمه أبريمار من أن السيستاني يريد تصفية مقتدى الصدر ولكن من طريقهم من طريق الأمريكان لا أن ينسب الأمر إليه وهذا هو الذي فهمه أبريمار وقد قرأت عليكم الكلام من النسخة الإنجليزية والعربية وكنت متعمدا أن أقرأ من النسخة الإنجليزية ومن العربية وإلا فليس من عادة أن أقرأ في كتب ليست عربية لأن الذي أخاطبه أخاطب أناسا يفهمون العربية والقناة تتحدث بلسان عربي لكنني أردت أن أؤكد ما جاء في كلام بريمار لذلك قرأته من كتابه باللغة الإنجليزية من النسخة الأصلية ومن النسخة العربية المترجمة اجمعوا هذه الخيوط عمائم تطالب أياد علاوي بقصف الحضرة العلوية من هم الموجودون في الحضرة العلوية مختدى الصدر وأتباعه أبرامار تصل إليه رسالة ليست مباشرة وإنما فهم منها من أن السستاني يريد تصفية مختدى الصدر لكن حينما لم يتحقق هذا الأمر السستاني أخذ يدافع عن مختدى الصدر وطلب منهم أن لا يتعرض له لأي شيء لكي لا يحسب هذا الأمر عليه بالضبط مثل ما قال جو بايدن في الفيديو الذي عرضته عليكم قبل قليل هذا هذا هو واقع العمائم السياسية الشيعية الوسخة هل تلومون باقر جبر الزبيدي في برنامج لعبة الكراسي عبر قناة الشرقية نيوز وهو يتحدث عن العمامة السياسية رجاء أن اعرض لنا الفيديو ما رؤيتك للعمامة السياسية العمامة السياسية أنا أتمنى أن تغيب العمامة السياسية عن المشهد السياسي والخدمي والحزبي يعني هناك أنت هاي أمنيتي بس تتحقق أو لا قد يرى الآخر أنه لا عكس هذا بس وجهة نظري إذا نريد نصحح المسار علينا أن نغيب العمامة السياسية عن إدارة العمل السياسي السبب كثير يعني باختصار باختصار هناك من غير قادر على خلنا نقول تنفيذ سياسات وعلاقات خلفية سياسية ما عنده إحنا رضعنا السياسة يعني شباب اللي عاشوا في فترة الستينات والسبعينات رضعنا السياسة مثل ما يقولون منذ الصغر ويتعلمنا السياسة وتحركنا السياسة وهكذا الشيعين وهكذا البعثيين وهكذا القوميين وهكذا الأكراد يعني السياسيين من عمق يجي واحد لا يفهم السياسة ولا يعرف السياسة ولا يعرف كيف يدير هذا الملف وذاك الملف ويأتي من مؤسسة دينية أو مؤسسة خلنا نقول حوزوية ويريد يدير السياسة أنا ما أعتقد أنه سيتوفق أنا لا أريد أن أتقول على الرجل ولا أريد أن أقول من أنه يقصد فلانا وفلان أنا الذي أقصد وفقا لكلامه العمامة السيئة العمامة السيئة الأولى التي دمرت واقع العراق عموما وواقع الشيعة خصوصا عمامة السيستاني المرجع وكل سوء في هذه العمامة تم تنفيذه عبر عمامة ولده محمد رطا بقية العمائم تأتي تباعا إلا أن العمامة السيئة الأولى هي عمامة السيستاني وكل ما جاء من سوء نفذ عبر عمامة ولده محمد رطا لا أدري هل أن باقر جبر الزبيدي يشير إلى هذه العمائم يشير إلى عمائم معينة اختلف معها كالعمائم الحكيمية مثلا أنا لا أدري لا أريد أن أتقول على الرجل لكنه تحدث عن مفهوم موجود على أرض الواقع بالنسبة لمصداق هذا المفهوم الأول عمامة السيستاني المرجع تصاحبها عمامة ولده محمد رضا الذي يخطط له أن يكون مرجع المستقبل المستقبل للشيعة في العراق وفي سائر البلدان الشيعية الأخرى هذه العمائم السياسية هي التي تتحدث مع علاوي وتطالبه بقصف الحضرة العلوية لماذا لأن العمائم السياسية لا تملك شيئا يقال له دين على الإطلاق العمائم السياسية عمائم قذرة إلى أبعد الحدود لا تعرف شيئا يقال له صدق لا تعرف شيئا يقال له ورع هذه العناوين أصبحنا نكرهها مثل ما كرهتنا خطابات الجعفري والمالك لعناوين الشفافية والمصداقية والكفاءة والخبرة والأمانة وأمثال ذلك كرهنا هذه العناوين لأنها تنطلق من الأفواه القذرة من دون صدق ومن دون كفاءة ومن دون شفافية فتأتي محملة مشبعة بالروائح القذرة فنفرونا منها تنفرنا من هذه العناوين الورع التقوى الاحتياط الدين أمثال هذه المعاني الزهد كذابون كذابون إلى أبعد الحدود هذا هو الواقع الذي مر علينا ولا زلنا نعيش فيه ولا أعتقد أننا سنتخلص منه على أي حال لا زال الحديث في أجواء الحضرة العلوية ولا زال الحديث عن العمائم السياسية القذرة وحديث هنا في أجوائنا الشيعية هذا لا يعني أن الأجواء السنية هي في حال أفضل من أحوالنا حين أتحدث عن الأجواء الدينية والإسلامية ما عندنا قذارة وعندهم قذارة قذارتنا وقذارتهم واحدة لأننا نشرب جميعا من آنية واحدة من نفس العيون القذرة الكدرة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من نفس الفضائية الأمريكية سيسبان وبتأريخ 23 9 2004 ميلادي أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي في الكونغرس يحدثهم عما جرى في النجف نقطتان مهمتان أشير إليهما أتمنى أن تلتفت إلى هاتين النقطتين في حديثه الذي سينتهي بتصفيق حار من أعضاء الكونغرس الذي كان ممتلئا بأعضائه وبرجالات السياسة الأمريكية النقطة الأولى تحدث عن أنهم قد أسروا المئات وقتلوا الكثيرين في واقعة النجف في تلك الأيام أسروا المئات وقتلوا الكثيرين وكل ذلك فيما يرتبط بتلك الواقعة تم بالتعاون مع الأمريكان ومع السستاني فلقد قتل الكثيرون والذين أسروا فعلوا ما فعلوا بهم تعرضوا تعرضوا لتعذيب ولمهانة ولاغتصاب جنسي تعرضوا لا أتحدث عن الجميع ولكن حدثت ما حدثت من الوقائع لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل رجاء أعرض لنا الفيديو نحن نستطيع أن نكون ونحن نتظرون للتعاون في نجف وكوفر هذا مجلس لقد أعطي تأثير في هذه المدينة كانت تأثير أدخل شيا والسلام 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 في المدينة ومع المدينة ومع المدينة ومع المدينة الوكسر الوكسر قرروا الراقي لقروا to use military force to create conditions for political success. Together with the coalition partners, Iraqi forces cleaned out insurgents from everywhere in the city, capturing hundreds and killing many more. At the same time, the government worked with political leaders and with Ayatollah Sistani to find a peaceful solution to the occupation of the shrine. We were successful. The shrine was preserved, order was restored, and Najaf and Kufa were returned to their citizens. Today this conference. لعلاوي لحكومته للقوات العراقية لقوات التحالف وللسيستاني هو يقول من أنهم أسروا المئات وقتلوا الكثيرين في نفس الوقت عملت الحكومة مع القادة السياسيين ومع آية الله السيستاني لإيجاد حل سلمي لإحتلال الضريح لقد نجحنا رجاء أن أعيد بث الفيديو نستطيع ونجد أن نجحنا لفترة النجف والكوفر هذا النجف لقد قمت بسكسس في هذه المنطقة لقد قمت بسكسس شيعا وإسلام وإسلام المنطقة وإنما تحسسي المنطقة وإنما تحسسي المنطقة قررها الإراكي الأنفاوية إلى الاجتماعي وإن تستخدم الملطار للتحديث للحصول على موضوعات للتصوير معاً الموضوعين والموضوعات الإراكية قمت بسلطة سلطة موضوعات من أجل في الارتاك تتخدم مزيدين ومتلقون مكتبين ومع الأمر الآن الوظنة العملية عمله مع المؤسسات والإراءال سستاني لنجد محاولة محاولة للحرائن نحن محاولين الحرائن كانت محاولة المحاولة كانت محاولة ونجف وكوفا كانت محاولة لعجائهم اليوم تلاحظون أن كل المعطيات تشير إلى أن أسيستاني في كل أحواله في كل أوضاعه هو في جانب البرنامج الأمريكي لستم اعترضا على ذلك إذا كان البرنامج الأمريكي نافعا للعراقيين عموما والشيعة خصوصا فأي إشكال في ذلك أنا أريد أن أبين لكم في هذه الشاشة عميق العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان لا أشكل على علاقته بالأمريكان أنا لست مهتما بهذا الموضوع أساسا أنا أريد أن أكشف لكم الحقائق ماذا يجري في الكواليس وبعد ذلك أترك الحكم إليكم ما أهتم له ما يرتبط بهذه الموضوعات من أمر له علاقة بعقيدتنا بإمام زماننا هذا هو الذي أعبأ به وأعبأ له وأهتم به وأهتم له أما بقية الأمور فإنها على الحاشية بل على حاشية الحاشية بالنسبة لي ولا أريد أن أفرض رؤية هذه عليكم على أي حال لا أريد أن أذهب بعيدا في الحديث بهذا الاتجاه وإنما أعرض لكم فيديو آخر أيضا عبر سي سبان الفضائية الأمريكية بتاريخ 12.05.2006 ميلاد جنرال روبرت فراي جنرال بريطاني إنه من قادة قوات التحالف يتحدث باسم التحالف والحديث من العراق من داخل العراق بداية حديثه كان عن حل الميليشيات نحن نتحدث بتاريخ 12.05.2006 الميليشيات الميليشيات كانت منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم كان الحديث عن حل الميليشيات في تلك الفترة وفي تلك الأيام تشكلت حكومة المالكي الأولى في ولايته الأولى فهو يتحدث الجنرال روبرت فراي باسم التحالف عن الموقف من حكومة المالكي آنذاك ويشير إلى أن الحكومة تحظى بدعم سيستاني مثل ما كانت تحظى بدعم الأمريكان بدعم التحالف التحالف يعني الأمريكان فإن التوافق على طول الخط فيما بين الأمريكان وما يريدونه وما ينفذه السيستاني في برنامجه أكان باتفاق مباشر معهم أم كان باتفاق غير مباشر معهم رجاء أعرض لنا الفيديو ومن المثير للاهتمام أيضا إنها يعني حكومة المالكي في ولايته الأولى إنها تحظى بدعم آية الله السيستاني في طرحها في طرحها لتفكيك الميليشيات وكل الحديث آنذاك كان عن الصدريين بالدرجة الأولى رجاء أعيد بثا الفيديو الميليشيات الميليشيات الأولى ميليشيات الميليشيات وبالتأريخ 30-10-2014 ميلادي إنه لقاء تلفزيوني مع جون كيري الذي كان وزيرا للخارجية الأمريكية يتحدث عن أن الأمريكان ليسوا راضين عن المالك ولذا لا بد أن يعزل والسيستاني كان قد أعانهم في ذلك لأن السيستاني هو الذي عزل المالك الحديث 30-10-2014 في نهايات الولاية الثانية للمالك والذي أراد أن يجدد ولاية ثالثة تدخل السيستاني مثل ما يتدخل في كل مرة في تعيين رؤساء الوزراء ومنعه من أن يحصل الولاية الثالثة وإلا كان قادرا على ذلك الأمريكان كانوا رافضين لولاية ثالثة للمالكي وكان السيستاني معهم أيضا على طول الخط هناك توافق بين الأمريكان وبين السيستاني نحن هنا لا نستطيع أن نتحدث عن كل التفاصيل وبالمناسبة مع أننا لا نمتلك كل الوثائق لكن هناك الكثير والكثير من الوثائق لا أجد وقتا لعرضها أنا أختار نماذج من هنا ومن هناك إذا أردت أن أقوم بعرض لكل الوثائق التي تحت أيدينا والتي يمكننا أن نحصل عليها أيضا أحتاج إلى أكثر من مئة حلقة من هذه الحلقات المطولة كل تلك الوثائق تشير إلى تطابق تام وتوافق تام فيما بين ما يريده الأمريكان وما ينفذه السيستاني وعبارات واضحة ما يريده الأمريكان وما ينفذه السيستاني لأنكم أنتم بأنفسكم ستصلون إلى هذه النتيجة من أن السيستاني ينفذ البرنامج الأمريكي ومن أن الأمريكان يحركون السيستاني من وراء حجاب ليس بالضرورة أن يكون ذلك باتفاق مباشر معه لقد تحدثت في بدايات هذا البرنامج عن الجوقة السيستانية ما حدثتكم عن كل التفاصيل أخذت لكم نماذج من الجوقة السيستانية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبرنامج الأمريكي وهذه الجوقة هي التي تحرك السيستاني لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل فإن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المعطيات رجاء أن أعرض لنا الفيديو النوات المحسسسي وحتى السيستاني كانت تعليقاته شديدة الأهمية لعزل المالكي لن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع وإنما أذهب بكم إلى هذا الفيديو على العلاق من رموز حزب الدعوة ومن القريبين من المالكي هو الذي يحدث هنا عن تدخل السيستاني في قضية عزل المالكي وتنصيب حيدر العبادي بحسب ما أراد الأمريكان فحيدر العبادي قريب جدا من الأمريكان إنه البرنامج الأمريكي الذي ينفذه السيستاني كما قلت لكم قبل قليل علي العلاق عبر برنامج بالحرف الواحد ومن الشرقية نيوس نجي نطبق المواصفة نعرض مرشحين هذا مرشح مقبل نجيب مرشح بديل وفي 2014 عندما المرجعية هي التي أرسلت لنا رسالة لحقيقة حزب الدعوة الإسلامية وقال السيستانو بخطه الشريف طبعا أرى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع وينثفت أو يقوم بمهمة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب القضاء على الطائفية وحفظ وحدة البلاد هذه ثلاث قضايا ذكرها وبالمناسبة التزم بها الأخ العبادي التزام كبير ورشحنا في البداية الدكتور طارق نجم أخونا العزيز وبالنتيجة هو الرجل اعتذر وبالمناسبة قبلت المرجعية في حينها في الأخ طارق نجم لكنه اعتذر اعتذار شديد بعد ذلك انتقلنا إلى خيار ثاني اختارنا لأخ الدكتور حيدر العبادي وطرح على المرجعية كما طرح الأخ ووافقت عليه المرجعية وبدأ العجلة تسير الأمام ماذا قال جون كاري وزير الخارجية وحتى السيستاني آية الله السيستاني كانت تعليقاته شديدة الأهمية لعزل المالك تلك التعليقات التي كتبت في الرسالة التي يتحدث عنها علي العلاق ماذا قال جون كاري في آخر الفيديو لقد خرجت من جهد منسق النتيجة خرجت من جهد منسق التنسيق مع من وبين من إنه تنسيق بين الأمريكان والسيستاني رجاء أعيد بث فيديو جون كاري وانتبه للجمل الأخيرة التي تصدر عن جون كاري كاري المترجم للقناة المالكي بالتصوير صوتنا نفس السيناريو تكرر مع السيد المالكي كنا نريد له دورة ثالثة ما استطعنا القيادة اجتمعت وخصوصا بعد أن جاءتنا رسالة مباركة من المرجع على سيد السستاني تقول هذه الرسالة أنه نطلب ومبعد فارحة وجهنا لرسالة نسأل عن مسؤوليتنا وتكليفنا قال المطلوب منكم اختيار رئيس وزراء جديد رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة وبالنتيجة عرفنا الرسالة نص الرسالة من بيت سستاني نص مطلب السيد جماعة ينفوها لا لا مقبولية سالة مكتوبة ونشرف في العلام لا شك ونشرف في العلام ومكتب السيد ايدها لم يتخلى عنها مكتب سيد السستاني حفظه الله وبالنتيجة هذه الرسالة كان حددتنا البوصلة ونوقف الشرع وعبرة قناة سيسبان الفضائية بتاريخه دعا السبعة 2014 ميلادي عبر برنامج عنوانه The Monitor Breakfast والموضوع Foreign Policy والحديث للسناتور أد رويس عن كاليفورنيا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس رجاء ان اعرضوا لنا الفيديو بالموضوع But on top of that, his decisions to go through the military, he just put his son. For those of you who saw that, his son is now in charge of the military in Iraq. Well, as you know, he's gone through the officer corps and removed the competent officers and instead put in his friends. Many of those friends had no experience whatsoever. The troops had no confidence in the officer corps as a consequence of his decision to sack the senior officers. So, you know, you have an individual here who must step down, who must go. And you saw Al-Sistani, you saw the Shia religious leader explain the necessity of him to stepping down. That is absolutely true. He's got to go. If you have a person here, you must have to go. He's got to go. He's got to go. This is what he wants to do the American people. If you have a person here, you must have to go. You must have to go. Then you have to go. The social media that asked him. وأنت رأيت السيستاني. لقد رأيت القائد الدينية الشيعي. الذي وضح ضرورة تنحيه. تنحي المالكي. وهذا أمر صحيح تماما. لقد كان عليه أن يذهب. العلاق نفسه علي العلاق يتحدث في نفس الموضوع عبر قناة الديار أتذكر أن سيد المرجع لعلى سيد سستاني حفظه الله عندما أرسى الرسالة إلى حزب الدعوة قال أرى ضلورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة رجاء أعيد لنا بث الفيديو المهم حيث يتحدث السيناتر آد رويس الذي عرض قبل قليل لكن على المقابل من ذلك فإنه يتحدث سيناتر آد رويس سيدني عشره مجموعات النقرات في إراك قمت بإيقانات الزفوز المحاية وهي محاية فرصة سابعة عبر قليل العقلاتين فقط هيدان فثونه عبر قليل أجمال ادفار قليل أجمال للدعوز المحاية إذنه حقق لدى الشديد فكذا وعبر الفضائية الأمريكية سيس بانتو وبتأريخ 15-11 2006 ميلادي السيناتر إكريس دود عن ولاية كينيتكت وفي الكونغرس يحدثنا عن أهمية السيستاني رجاء أن أعرض لنا الفيديو السيستاني نحتاج الراكيين مثلهم في المنزل و المنزل المحتاج للتعليقات منه و الناس الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق كثير لكنني أعيد بث الفيديو كي تتأكد من المعلومات لأن المتحدث كان مسرعا في حديثه أعتقد أن نجد المحاولة أن نجياح في البداية الأداء لا يصبحانناك فرستخدمًا يجب أن يكون فاهم المحاولة في الحقود يجب أن يكون من العقاة الدورية ويجب أن يكون من إرابيك فلاها أيها المؤسس كي سيستاني نحتاج الراكيز كي يمتعت بندوقات العام Than Basically وكي تخلط أكبر الموادفة بندوقات العالم من ثم وجود وسيستاني جورج بوش الرئيس في مؤتمر صحفي بتاريخ 24-2006 وعبر سيسبان أيضا يقدم شكره للسيستاني لأنه قد استجاب لما يريده الأمريكان رجاء اعرض لنا الفيديو The ambassador reports many religious leaders are committed to a unified Iraq a peaceful Iraq the response by the grand Ayatollah Sistani and many other leaders has been constructive and very important and we appreciate their leadership كانت استجابة آية الله العظمى السيستاني والعديد من القادة الآخرين بناءة ومهمة للغاية ونحن نقدر قيادتهم ونحن نقدر قيادتهم رجاء اعيد بث الفيديو The ambassador reports many religious leaders are committed to a unified Iraq a peaceful Iraq the response by the grand Ayatollah Sistani and many other leaders has been constructive and very important and we appreciate their leadership and we appreciate their leadership وعبرا وعبرا سي سبان ثري انها الفضائية الامريكية بتاريخ 23-6-2005 ميلادي وفي الكونغرس في جلسات الكونغرس السناتور كارل ليفين عن ولاية ميشيغن يحدثنا عن أن السيستاني أيد باستمرار وجودنا المستمر وجود الأمريكان في العراق رجاء ان اعرضوا لنا الفيديو As for the Shia their principal leader Grand Ayatollah Sistani has consistently supported our continued presence Peaceful majority rule favors the Shias since they are in the majority while civil war may or may not have the same result The Shia also wants settlement with the Sunnis is the only way the country can unite against the foreign jihadists who aim their terror mainly at the Shia The Kurds also favor our continued presence آية الله العظمى السيستاني أيد باستمرار وجودنا المستمر الأمريكان حين دخلوا العراق دخلوه بعنوان المحررين ولكنهم بعد ذلك هم أصدروا قراراً بأنفسهم ووصفوا أنفسهم بأنهم محتلون فمجلس الأمن أصدر قراراً بذلك ومجلس الأمن هو هو الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي الحاكمة في مجلس الأمن ومجلس الأمن هو الذي أصدر قراراً من أن الأمريكان في العراق محتلون والأمريكان هم الذين بدأوا يطلقون على سلطتهم في بغداد من أنها سلطة احتلال لأن قوات الاحتلال إذا محتلت بلداً فهناك قوانين ترتبط بهذا الموضوع والأمريكان كانوا يريدون أن يتحركوا في العراق وفقاً لتلك القوانين هذا موضوع خارج عن برنامجنا فالأمريكان هم الذين أصدروا القرار في أنهم محتلون هم وصفوا أنفسهم بهذا الوصف فإن القرار صدر من مجلس الأمن مجلس الأمن يعني الولايات المتحدة الأمريكية في البداية دخلوا بعنوان التحرير وبعد ذلك عنوانوا أنفسهم بسلطة الاحتلال السستاني أعطى لهم عنواناً آخر من أنهم ضيوف الأمريكي هو يسمي نفسه محتل السستاني يقول له لا أنت ضيث أنتم ضيوف موفق الربعي عبر قناة الرشيد يحدثنا عن ذلك عندما واجهنا الاحتلال في بعد خمسة سابيع من التحرير في تسعة أربعة الفئر وثلاثة الأمن المتحدة حولت التحرير ما يسموه التحرير بين هلالين إلى احتلال إحنا واجهنا مشكلة حقيقية هذا محتل دولة أجنبية على أرض مسلمين شلون رحنا للمراجع ومراجعنا قالوا أنه المراجع اللي إحنا نقلدهم قالوا أنه طلعون المحتل وسموه ضيف يطلعون بالمقاومة السلمية المراجع سموه ضيف أي سموه ضيف نعم من أهم هذه المراجع لا ما يحتاج نحن نشخص نحن عدنا مراجع من نقول المراجع من نقول النجف من نقول كلها واضح الضمير يندل أهلا واضح ما يحتاج الكلام الكلام هو هو والأسلوب هو هو أسلوب المخاتلة أسلوب المخاتلة السيستاني هو هو ينتقل إلى كل الذين يعملون تحت خيمته هو هذا كلام السيستاني فلماذا يا موفق الرباعي تخفي اسم السيستاني بهذه الطريقة الغبية هو هو موفق الرباعي وعبر قناة العربي طبعا خلق عندنا مشكلة نحن الإسلاميين منخلقت عندنا مشكلة في مجلس الحكم خاصة بعد منتصف ماي اللي هو شهر الخامس 2003 اللي هو من التحرير إلى الاحتلال إحنا شون هذا هذا أجنبي على أرض إسلامية محتل شونه نصير هذا هذا لازم تقاموا فذهبنا ذهبت إلى المرجع اللي أنا أقلد اللي إحنا نقلد وقال أخبرنا أنه نحن نقاوم المحتل أو نسمي الضيوف في ذلك الضيوف يعني ضاقي مدد ويطلع نطلع المحتلين يعني نخرجهم من بلدنا بالمقاومة السياسية هذا كلام أكيد على لسان السيد علي السستاني قال له لك مباشرة لأكثر من مرة أنه نحن نقاوم بمقاومة سياسية لإخراج المحتل من بلدنا إنهم ضيوف وسيبقون ضيوفا يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن ضيوف وأنت رب المنزلي رجاء أعيد بث الفيديو الذي يتحدث فيه السناتور كارل ليفن وهو سناتور عن ولاية ميشيغن السياة والشياء والشياء may or may not have the same result the shia also wants settlement with the sunnis is the only way the country can unite against the foreign jihadists who aim their terror mainly at the shia The Kurds also favor our continued presence. باسم الوزارة الخارجية الأمريكية وهي تصف الوجودة الأمريكية في العراق من أنهم ضيوف هم الذين في البداية تحدثوا عن التحرير وبعد ذلك تحدثوا عن الاحتلال وكانوا يتحدثون عن أنفسهم من أنهم سلطة احتلال صاروا بعد ذلك ضيوفا لقد قلدوا السيستاني لأن السيستاني هو الذي منحهم هذا الوصف ليس عندي من مشكلة أن يقال عنهم محررون محتلون ضيوف أنا لا أريد أن أناقش هذه الجزئيات أريد أن أحدثكم عن علاقة السيستاني الوثيقة بالأمريكان وكيف يتعامل السيستاني مع الأمريكان هذا هو هدفي رجاءً اعرضوا لنا الفيديو هؤلاء الناس المحرك aluminum تركيز الأنميةikام والدرفان. هناك معما بعد أن يتقوت العالم وبثانت نفسك. لذلك ن analogي ستق finelyقي العام، والدفث والدرسات والدفعات عزيزية، والدفع بيئة التربية، الهدف الصحيحية التربى السيدين المعربية. نحن نحن بإيئة الناس عائل المالية. وعن نحن في هذه الحالة ابوه بيئة وتربية الحالة. But in the meantime, the purpose of these strategic dialogues is to really move our relationship forward. Well, remember that we are still operating under the agreements from 2008, 2009, in which we said that we did not seek a permanent presence in Iraq. And I think that that's important to the Iraqi people and important to the American people. We will remain as guests of the people of Iraq, of the government of Iraq. And we will remain committed to Iraq until we see that final defeat of ISIS. And that's important for Iraq's security and for America's security. يضحكون عليكم هؤلاء المعممون حينما يقولون لكم من أن السيد السيستاني يوصي العراقيين يوصي البقالين وأصحاب الدكاكين في الأسواق وأصحاب المخابز من أن الجنود الأمريكيين إذا جاءوا يشترون منكم شيئاً فسألوهم متى سترحلون؟ ماذا الضحك على الذقون؟ هذا هو ضحك السيستاني على ذقون الشيعة في العراق. السيستاني هكذا يتعامل مع الأمريكان. هم يقولون نحن محتلون. هو يقول لهم لا يمعودين أنتم ضيوف. هكذا تقول مورغين أورتاقوس الناطقة باسم الخارجية الأمريكية. أعتقد أن هذا شيء مهم للعراقيين والأمريكيين. سنبقى في العراق ضيوفاً وبيتنا ونلعبي وشلها غرض بين الناس. رجاء أعيد بث الفيديو. سنبقى في التقاني اشترك سنبقى في عراق طرق the Kurds the United States all of our coalition partners, that is the territorial defeat, the defeat of the territorial caliphate of Isis. And we know that Isis remains a threat. And we of course remain committed to have that final defeat of Isis. But in the meantime, the purpose of these strategic dialogues is to really move our relationship forward. Well remember that we are still operating under the agreements from 2008 and 2009 in في هذا المجرد أننا لم نرد إمكان حرامي في إراق وأعتقد أن هذا المهم لإراقي الناس والهم الناس والمن المسكين سنقوم نصابه برنام التواصل الناس المنزل ونصابه برنامز إلى إراق لن نرى هذا الفتح من المسكين وهذا المهم importante لأرى الإراق ومن المسكين دكتور هشام داوت إنه مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي مستشار مصطفى الكاظمي وفي القاعة الإعلامية لمكتب رئاسة الوزراء يتحدث إلى الإعلاميين عن موقف المرجعيات الدينية إنه يتحدث عن السستاني فهل أن المرجعيات الدينية المسيحية لها من تأثير في هذا الموضوع أو أن المرجعيات الدينية الكردية لها من تأثير في هذا الموضوع إنه يتحدث عن السستاني عملية المخاتلة الحديث هو الحديث لما اجتمعت الأطراف السياسية الموالية لإيران بعد مقتل سليماني في البرلمان العراقي وطالبوا بإخراج القوات الأمريكية الدكتور حشام داود يتحدث عن هذا الموضوع رجاءً اعرضوا لنا الفيديو في هذا الموضوع الشيء الثاني ما تتحدث عنه القرار قرار مجلس النواب الذي صدر حقيقةً هو قرار بالجانب القانوني يجب البحث اثنين في لحظة التي صدر فيها كان الحضور لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعد الوطني الشيء الثالث المرجعيات الروحية والدينية بما فيه مرجعيات بالنجف أيضاً كان لهم رأيي حاجة العراق إلى المساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات بقدر ما هي حاجة نحن نقدرها لوضع البلد أنقلكم إلى صورة أخرى 16.01.2020 أجريت عملية جراحية للسيستاني في مستشفى الكفيل في كربلة ما هي ردود الأفعال في الأجواء الأمريكية وحلفائها رجاء اعرضوا لنا صورة حساب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر اعرضوا لنا الصورة الرئيسة لهذا الحساب هذه الصورة الرئيسة صورة الرأس صورة العنوان لحساب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر قلت لكم من أن العملية الجراحية أجريت للسيستاني بعد أن وقع في الحمام الحادثة التي تعرفونها بتاريخ 16-1 2020 مايك بومبيو يغرد على حسابه باللغة العربية وباللغة الفارسية وباللغة الإنجليزية ويدعو دعاء صادقا من كل قلبه للسيستاني رجاء اعرضوا لنا تغريدته على نفس الحساب الذي عرضت قبل قليل صورته الرئيسة اعرضوا لنا التغريدة باللغة العربية أقرأ عليكم ماذا جاء في تغريدة بومبيو نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء له دعاء مستجاب قطعا هذا دعاء بومبيو أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء له فهو يمثل لهم مصدرا للهداية والإلهام اللهم منحوا الشفاء العاجل والعمر الطويل رجاء أعرضوا لنا صورة تغريدته باللغة الفارسية ولأن السيستانية فارسي وهو لا يحسن العربية كثيرا ربما يحسن قراءتها من الكتب فإن بومبيو أيضا غرد له باللغة الفارسية وباللغة الإنجليزية هذه تغريدة بومبيو باللغة الفارسية بنفس المضامين التي قرأتها عليكم في تغريدته العربية أعيد عليكم قراءة تغريدة بومبيو باللغة العربية نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء له فهو يمثل لهم مصدرا للهداية والإلهام اللهم امنحه الشفاء العاجل والعمر الطويل ومن حساب بومبيو على تويتر إلى حساب السفارة الأمريكية في بغداد على تويتر أيضا رجاء أن اعرضوا لنا الصورة التي تمثل الوجه الرئيس ورأس حساب تويتر لسفارة الأمريكية في بغداد هذه الصورة الرئيسة وبتاريخ 16-1-2020 بومبيو غرد في اليوم الثاني العملية أجريت في 16-1-2020 بومبيو غرد في 17-1-2020 أما السفارة الأمريكية فقد غردت في نفس اليوم 16-1-2020 رجاء اعرضوا لنا صورة تغريدة السفارة الأمريكية أقرأ عليكم ماذا جاء فيها تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله إن دورة سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان هو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة أعيد عليكم قراءة التغريدة انتبهوا لبعض جملها تلقينا تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله إن دورة سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة قطعا التغريدة موجودة باللغة الإنجليزية أيضا مثل ما مر في تغريدة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو غرد بالعربية والفارسية والإنجليزية السفارة الأمريكية غردت بالعربية والإنجليزية هم يصفون السيستاني من أنه صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة من مراد من المنطقة هل السيستاني صمام أمان لتركيا مثلا هل أن السيستاني صمام أمان لإيران السيستاني على خلاف عميق مع إيران هل أن السيستانية صمام أمان مثلا للأردن لسوريا للبنان للكويت إنه صمام أمان لإسرائيل المنطقة هنا إسرائيل وإلا فإن السيستاني ما هو بصمام أمان لكردستان كردستان هي في غنى تام وهنيئ لهم سبب نجاحهم هو عدم تسلط هذه المرجعية عليهم كردستان هي في غنى عن صمام الأمان هذا وحتى المناطق السنية هي في غنى عن صمام الأمان هذا عندهم مشاكلهم عندهم أمورهم الخاصة بهم في أجوائهم السنية لكنهم لا علاقة لهم بصمام الأمان السيستاني صمام أمان في المناطق الشيعية وحال المناطق الشيعية معروف لديكم المناطق الشيعية أسوأ حالا من المناطق السنية التي جرى ما جرى فيها من الحرب أما إذا أردنا أن نقايس مع كردستان فلا وجه للمقايسة كردستان عامرة المناطق الشيعية خربة وكل ذلك بسبب صمام أمانها العظيم ما أنا قلت لكم في بدايات حلقات هذا البرنامج من أن السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي وليس للشيعية مرت مجموعة حلقات في بداية هذا البرنامج في الحلقات الأولى من أن السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي وبعبارة أخرى صمام أمان لإسرائيل وهذا هو الذي تتحدث عنه السفارة الأمريكية كيف تفهمون هذا الكلام هو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة أي دولة تحتاج السيستاني في أمنها السعودية الأردن سوريا تركيا إيران الكويت أي دولة باكستان أفغانستان إسرائيل إسرائيل لأن السيستاني إذا ما جلب التطبيع لإسرائيل وكان صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق فهو صمام أمان لإسرائيل هذا الحب وهذا الدعاء وهذا الاهتمام لأجل هذه الغاية ماذا تقولون أنتم هذا المنطق منطق سليم أو ليس بسليم ومن حساب تويتر للسفارة الأمريكية في بغداد إلى حساب تويتر لمارتن هيوث من هو مارتن هيوث إنه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق أيضا غرد على حسابه بتاريخ 16-01-2020 في نفس يوم العملية في نفس التاريخ الذي غردت فيه السفارة الأمريكية في اليوم الذي أجريت فيه عملية السيستاني في مستشفى الكفيل في كربلا 16-01-2020 بومبيو غرد في يوم 17-01-2020 رجاء أن اعرضوا لنا صورة حساب مارتن هيوث السفير الاتحاد الأوروبي على تويتر وعرضوا لنا بعد ذلك صورة تغريدته ماذا قال في تغريدته نتمنى شفاء عاجل شفاء عاجلا لسماحة السيد علي السيستاني ومن حساب تويتر لمارتن هيوث سفير الاتحاد الأوروبي في العراق إلى حساب تويتر لي يونامي لممثلية الأمم المتحدة في العراق أيضا كان التغريد من بلاس خارت بتعريخ 16.1.2020 رجاء نعرض لنا صورة حساب تويتر ليونامي هذه صورة حساب تويتر لممثلية الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة في العراق واعرض لنا صورة تغريدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ماذا جاء في تغريدة بلاس خارت خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني دام صوته نحن ما سمعنا صوته هي 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 تسمع صوته نحن ما سمعنا صوته مقلدوه ما سمعوا صوته لكن بلاس خارت هنيئا لها إنها تسمع صوت السستاني دام صوته وحكمته إلهاما لنا جميعا يبدو أنها من مقلدي السستاني السستاني أقرأ لكم تغريدتها مرة أخرى خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني دام صوته وحكمته إلهاما لنا جميعا أتعلمون أن كل ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في العراق منذ سنة 2003 إلى الآن يتم اختيارهم من قبل الأمريكان والأمريكان فقط الأمريكان هم الذين يختارون هؤلاء الأشخاص لماذا يختارون هؤلاء الأشخاص لأنهم يمثلون رسلا لإسرائيل هم الذين يحملون رسائل إسرائيل إلى النجاف باعتبار أن هذا العنوان عنوان الأمم المتحدة يمكن أن تختفي مخططات إسرائيل ومخططات المرجعية في النجاف تحت عنوان شرعية هيئة الأمم المتحدة رسائل إسرائيل المباشرة يحملها هؤلاء ولذلك هؤلاء هم فقط الذين تلتقي بهم المرجعية دائما من أول ممثل إلى آخر ممثل كلهم جميعا يتم اختيارهم من قبل الولايات المتعدة الأمريكية بمقاس إسرائيلي وهم الذين يحملون رسائل إسرائيل إلى مرجعية النجاف هذا الأمر يعرفه ساسة المنطقة الخضراء هذه القضية ما هي بسر أكشفه الآن ساسة المنطقة الخضراء إنني أتحدث عن المطلعين منهم على أحوال السياسة وأمورها هناك كثير من الأغبياء والثولان والحمير في المنطقة الخضراء عبارة عن حيوانات تريد أن تعتلف أن تأكل وأن تشرب وأن تمارس الجنس بهائم لكنني أتحدث عن السياسيين الذين يطلعون على خفايا الأمور ويعرفون المجريات في الكواليس وما في الدهاليز التي وراء الكواليس هؤلاء الذين يمثلون الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تنتخبهم الولايات المتحدة الأمريكية حصرا وهم حملة الرسائل الإسرائيلية إلى مرجعية النجف لأنهم هم فقط الذين تقابلهم مرجعية النجف علنا وبسهولة ومن دون لف ودوران تحت الدعاء شرعية هيئة الأمم المتحدة ومن أفسد المؤسسات في العالم كما يعرف المطلعون هيئة الأمم المتحدة أفسد مؤسسات الدنيا في جميع الاتجاهات ولو أنني أريد أن أفتح هذا الموضوع فإنني أتمكن أن آتيكم بأكوام من الوثائق تثبت فساد هيئة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم ألفت كتب في هذا وهناك البرامج الكثيرة التي أنتجت في هذا الموضوع والحديث طويل عن فساد هيئة الأمم المتحدة ومن حساب تويتر للسيدة بلاس خارت أو لي يونامي لممثلية الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة إلى حساب تويتر للسفارة الأمريكية في الكويت لكن الذي نشر عليها في تاريخ أخدم الأمر لا يرتبط بالعملية الجراحية التي أجريت للسيستاني في 16.01.2020 التاريخ هنا بالنسبة لحساب تويتر للسفارة الأمريكية في الكويت 16.05.2019 رجاء اعرضوا لنا الصورة الرئيسة لحساب تويتر للسفارة الأمريكية في الكويت هذه الصورة الرئيسة لحساب تويتر لسفارة الأمريكية في الكويت ما الذي تجدونه على هذا الحساب الذي تجدونه على هذا الحساب تجدون صورة للمستشار السياسي للسفارة الأمريكية في الكويت في زيارة بمناسبة شهر رمضان لتهنئة لتهنئة هؤلاء الذين تشاهدونهم في هذه الصورة ماذا جاء في التوضيح وفي الخبر وفي الخبر بخصوص هذه الصورة أقرأ عليكم ماذا جاء من كلام فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك كان من دواعي سرور المستشار السياسي لدى السفارة يعني السفارة الأمريكية في الكويت كان من دواعي سرور المستشار السياسي لدى السفارة وتلاحظون في أعلى الصورة مكتوب بشكل واضح يو أس أنبسي كويت إنها السفارة الأمريكية في الكويت كان من دواعي سروره تقديم التهاني لعضو مجلس الأمة صالح عاشور وضيوف ديوانيته رمضان كريم الكويت صالح عاشور هو الوحيد الذي يرتدي اللباس الكويتي يرتدي الكوفية الكويتية البيضاء مع العقال الكويتي في آخر الصف يجلس قريبا من المستشار السياسي للسفارة الأمريكية الذي يجلس بجانب صالح عاشور صالح عاشور سياسي كويتي شعي شيرازي شيرازي الهوى من أتباع محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وكان ينتخب لعدة مرات عضوا في البرلمان الكويتي يمثل الشيرازيين لكن في المرة الأخيرة لم ينجح في الانتخابات هذه الانتخابات التي كانت قبل فترة وجيزة في نهاية العام المنصر في نهاية عام 2020 ميلادي كانت هناك انتخابات في الكويت لم ينجح فيها صالح عاشور فصالح عاشور سياسي شيعي محسوب على الشيرازيين وهو شخصية معروفة في الكويت وهذه الديوانية ديوانيته لأنه ينقل عنه من أنه أنكر هذا الموضوع مع أن الخبر موجود إلى الآن على حساب السفارة الأمريكية في الكويت على تويتر إلى الآن الخبر موجود وهذه الديوانية ديوانيته لو كنت بصدد إثبات أن الديوانية ديوانيته بإمكاني أن آتيكم بصور موجودة عندنا وهو جالس فيها ومعروف عند الكويتيين صورته صورته بشكل واضح وكذلك معروف عند الذين يعرفونه عن قرب يعرفون ديكورة وصورة ديوانيته هذه ديوانيته وهو الذي يرتدي الزيّة الكويتية الوحيد في هذه الجلسة والذي يرتدي اللباس المدني هو المستشار السياسي لدى السفارة الأمريكية في الكويت المعمم الذي يجلس بجانب صالح عاشور بالعمامة السوداء هو مرتضى الكشميري صهر السيستاني عرفتم الواوي وين موجود هذا هو مرتضى الكشميري بقية العمائم هذه عمائم الشرازيين ربما البعض منها من العمائم السيستانية لكن أكثر العمائم هنا هي العمائم الشرازية الطيور على أشكالها تقع بمناسبة شهر رمضان المبارك كان من دواعي سرور المستشار السياسي لدى السفارة يعني السفارة الأمريكية تقديم التهاني لعضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي صالح عاشور وضيوف ديوانيته رمضان كريم الكويت صاروا متدينين قبل قليل سمعنا دعاء بومبيو وهو دعاء خالص وسمعنا الابتهالات من بلاس خارت وهاهم يهنئون صالح عاشور وضيوفه من هو أهم ضيف في هؤلاء الضيوف لو لم يكن مرتضى الكشميري هنا لم يأتي المستشار السياسي الأمريكي إلى ديوانية صالح عاشور الواوي هنا مرتضى الكشميري رجاء أعيد عرض الصورة التي كانت معروضة قبل قليل الصورة واضحة ولا أحتاج إلى كثير من الكلام بخصوصها أنا عندي هنا صورة قد تكون بنحو أكبر من الصورة التي عرضت وقد أخذت مباشرة من حساب السفارة الأمريكية في الكويت على تويتر هذه الصورة ربما هي بشكل أكبر كما قلت لكم صاحب العمامة السوداء الذي يجلس بجانب صالح عاشور هو مرتضى الكشميري نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسفته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بريه عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه وعبر سيسبان ثري وبتاريخ 23 ستة الفين وخمسة السيناتور جيم تالنت وهو سيناتور عن ولاية ميزوري وفي الكونغرس وأتمنى أن تدققوا فيما يقوله هذا السيناتور رجاء أعرض لنا الفيديو أعتقد أنه ربما يكون لدينا آية الله السيستاني صمام أمان لهم مثل ما قلت لكم أعتقد أنه ربما يكون لدينا آية الله السيستاني وبعض الأشخاص الآخرين الذين نشكرهم على ذلك على تحقيق البرنامج الأمريكي ما أنا قلت لكم قلت لكم من أن مرجعية السيستاني من أن السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي وبعبارة أخرى للبرنامج الإسرائيلي في العراق تستغربون من هذه المعطيات أنا أقول لكم ما عرضته في هذه الحلقة هو الأضعف الوثائق الأقوى والأشد تأتينا اتباعا تعرفون طريقة في برامجي برامجي تبدأ من الأضعف باتجاه الأقوى هذه هي الطريقة التي أتبعها لدينا لدينا آية الله السيستاني إنه صمام أمانهم ما هو صمام أمانكم أنتم تضحكون على أنفسكم إذا كنتم تتصورون أن السيستاني صمام أمان لكم صمام أمان له رجاء أن أعيد بث الفيديو ومثل ما كان حديثه السيناتور جيم تالانت في الكونغرس هذه جلسات رسمية في الكونغرس الأمريكي أيضا عبر سي سبانثري وبتاريخ 19-10-2005 السيناتور جورج فينوفيتش وهو سيناتور عن أوهايو عن ولاية أوهايو في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس كلام مهم ومهم جدا ينخله جورج فينوفيتش عن وزير الدفاع الأمريكي رامسفلت رجاء أعرض لنا الفيديو هوا يقول لن أنسى أبدا ما قال لي وزير الدفاع رامسفلت كان عدة مرات خلال الجلسات الخاصة الجلسات المغلقة سألته ماذا عن آية الله علي السيستاني فكان جوابه حسنا أنت تعرف وأنا أعرف أنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك يتحدث عن برنامجهم في العراق كما قلت لكم هو صمام أمان للبرنامج الأمريكي والبرنامج الأمريكي هو عينه البرنامج الإسرائيلي إنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك لقد كان داعما لما كنا نحاول القيام به على الرغم من أننا لم نتحدث معه قاد إنه برنامج المخاتلة والمخادعة رجاء أعيد بث الفيديو وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في تفاصيل هذا الفيديو هذه الفيديوات مقاطع مقتطفة من جلسات طويلة في الكونغرس الأمريكي إذا أردنا أن نبثها بكاملها فإننا سنحتاج إلى أشهر وأشهر وأشهر يتحدثون فيها عن الكثير من التفاصيل هذه نماذج نماذج مقتطفة مقتطعة على سبيل الأمثلة ليس إلا القضية أكبر من كل هذا الذي تم عرضه وتم الحديث عنه وكل هذه الاجتماعات وكل هذه الجلسات قد قررت طباعة وكل ذلك موجود على الموقع الألكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي هذه الفيديوات لهذه الجلسات الطويلة قد قررت كتابة وطبعت وهي موجودة بشكل مطبوع وموثق رسمي في الموقع الألكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي وسأعرض لكم مثالين من مقررات هذه الجلسات التي يمكنكم أن تجدوها على الموقع الألكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي هذه الوثائق التي عرضت ما هي بأسرار موجودة على الإنترنت أنتم لا تعلمون بها ولكن عليكم أن تنتبهوا إلى أن هذه الأحاديث لم تكن موجهة للعراقيين هذه أحاديث فيما بينهم هؤلاء يجلسون في الكونغرس كي يخططوا وحينما يتحدثون فيما بينهم يتحدثون بصدق فحينما يتحدثون عن أهمية السيستان للبرنامج الأمريكي إنهم يتحدثون فيما بينهم ليس للدعاية والإعلام الكاذب هذه معلومات دقيقة وحقيقية عليكم أن تعرفوا نحن لا نتحدث عن البرلمان العراقي هذا البرلمان الخرطي نحن نتحدث عن الكونغرس الأمريكي نتحدث عن الرجال الذين يحكمون العالم وأنتم لاحظتم كيف أن ترامب أراد أن يلعب بذيله الكونغرس هو الذي وقف بوجهه حتى من الجمهوريين من نفس حزبه وأخرجوه من البيت الأبيض وجاءوا ببايدين رغم أنفه نحن نتحدث عن الرجال الذين يحكمون العالم يحكموننا جميعا يحكمون العراق وغير العراق وهؤلاء يجلسون فيما بينهم يتشاورون أمورهم فلا يكذب بعضهم على بعض هذه الحقائق هي التي تدور في كواليس حكمنا الحقيقي هناك في واشنطن لاحظتم الكلام كيف يكون ولاحظتم كيف يعمل السيستاني لأجل تنفيذ البرنامج الأمريكي أعود إلى المقررات الرسمية لجلسات الكونغرس الأمريكي على سبيل المثال هناك جلسة مرقمة بالرقم 113 بإمكانكم أن تدخلوا إلى الموقع الرسمي الألكتروني للكونغرس الأمريكي بإمكانكم أن تبحثوا عن هذه الجلسة عن مقررات هذه الجلسة وهذا مثال هذا أنموذج ليس إلا نحن لسنا في مقام الاستقصاء إذا ذهبنا في مقام الاستقصاء فإنني سأحتاج إلى عشرات وعشرات وعشرات من الحلقات قد تتجاوز المئة رقم الجلسة 113 في الكونغرس الأمريكي الأربعاء 13 11 2013 الموضوع العراق الحديث عن العراق من الذي يتحدث النائب مساعد وزير الخارجية برات ماك جورك ماذا يقول برات ماك جورك يقول في هذه الجلسة الرسمية التحقيقية في الكونغرس الأمريكي أحيانا يكون من الخطأ أن نقول إن الشيعة في العراق مرتبطون بالشيعة في إيران هكذا يقول ماك جورك إنه نائب مساعد وزير الخارجية سأعرض لكم الوثيقة لكنني سأقرأ الكلام عليكم وبعد ذلك ستقرؤونه بأنفسكم في الوثيقة نفسها أحيانا يكون من الخطأ أن نقول إن الشيعة في العراق مرتبطون بالشيعة في إيران لكن الشيعة في العراق وآية الله العظمى السيستاني في النجف وفلسفته في التهدئة تتعارض تماما بمقدار مئة وثمانين درجة مع فلسفة الخميني والخامنئ في طهران التي يديرها رجال الدين هذه هي الحقيقة هؤلاء يتحدثون عن الحقيقة ويتحدثون عن الذي يخبرهم به السيستاني عبر الوسائط وعبر ولده محمد رضا يكذبون عليكم حين يقولون لكم من أنهم على وفاق مع إيران كذبون هؤلاء لا شأن لي بهم أكانوا على وفاق أم كانوا على خلاف أكانوا مصيبين أم كانوا مخطئين أريد أن أكشف لكم كذبهم ودجلهم الأمريكيون صادقون فيما يقولون إنهم يخططون لحكمنا وهم الذين يحكمون نا لكن الشيعة في العراق وآية الله العظمى هو لا يتحدث عن كل الشيعة هناك كثير من الشيعة يعبدون إيران في العراق مثلما هناك من يقدس السيستاني هناك من يقدس الخامناء الحكاية هي وكل حزب بما لديهم فرح لكن الشيعة في العراق وآية الله العظمى السيستاني في النجف وفلسفته في التهدئة تتعارض تماما بمقدار 180 درجة يعني بشكل كامل مع فلسفة الخميني والخامناء في طهران التي يديرها رجال الدين هذه هي الحقائق هؤلاء يتحدثون ليس للإعلام هذا حديث في الجلسات التي يرسمون فيها برنامج حكومتنا هذا هو الكونغرس الأمريكي وهذا هو الذي يتحدث فيه نائب مساعد وزير الخارجية رجاء اعرض لنا الفيديو الذي ندخل من خلاله إلى الموقع الألكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي كي نصل إلى هذه الوثيقة موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 وإلى مقررات رسمية أخرى من نفس الموقع من الموقع الألكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي وإمكانكم أنتم أن تدخلوا إليه هذا ما هو بسر رقم الجلسة 108 وبتاريخ 21 4 2004 ميلادي في الكونغرس الأمريكي إنها لجنة العلاقات الخارجية الخارجية في الكونغرس السيناتور جورج فينوفيج وهو سيناتور عن أوهايو وقبل قليل عرضنا فيديو له يتحدث فيه عن كلام فيما بينه وبين وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد حين قال له من أننا سنكون في حالة سيئة هناك في العراق إذا لم يكن السيستاني موجودا إنه صمام الأمان كما قلت لكم رقم الجلسة 108 بتاريخ 21 4 2004 من جملة ما جاء فيها السيناتور فينوفيج يقول ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك نعم هم محظوظون أما الشيعة طاعة حظه الشيعة بوجود السيستاني طاعة حظه لكن الأمريكان محظوظون هو الذي يقول ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك وأننا قادرون على العمل معه لولا السيستاني فأين سنكون إنه صمام الأمان هذا هو الذي كنت أقصده حينما عنونت الحلقات الأولى من البرنامج من أن مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي وليس للشيعة وليس للدين وليس للعراق هذه هي الخدعة التي جعلونا نعيش فيها عرفتم الآن يا أبنائي ويا بناتي أنا أخاطبكم أنتم الذين تتابعون برامجي وتتفقون معي لا أخاطب الديخيين من أتباع السيستاني خاطبكم أنتم عرفتم الآن يا أبنائي ويا بناتي ويا أخواني ويا أخواتي كم أنتم ثولان عرفتم أو لا مع خالص حبي لكم مع فائق احتراماتي وجزيل تقديري لكن عرفتم الآن كم أنتم ثولان و أنا معكم أيضا أنا لا أخرج نفسي أنا معكم عرفتم لماذا أرفض اقتراحاتكم من أنني أترك الحديث عن هذه الموضوعات تريدون أن تبقوا على غبائكم على ثولكم هذا هو الذي تريدونه السيناتر جورج فينوفيش هو الذي يقول ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك وأننا قادرون على العمل معه لو لا السيستاني فأين سنكون صمه مؤمان للبرنامج الأمريكي وللبرنامج الإسرائيلي أكثر جهة تدافع عن مصالح إسرائيل وأمن إسرائيل الكونغرس الأمريكي سلوا الذين يعرفون شيئا من السياسة في هذا العالم إذا كنتم تعرفون أحدا من هؤلاء سلوهم الكونغرس الأمريكي يدافع عن أمن إسرائيل أكثر من الكنيست الإسرائيلي الكونغرس الأمريكي هو الحصن الحصين الآمن للدفاع والذودي عن مصالح إسرائيل وعن أمن إسرائيل وفيهم الكثير ممن يحرصون على أمن إسرائيل أكثر مما يحرص إسرائيليون يعملون في إسرائيل القضية فيها بعد عقائدي فيها بعد ستراتيجي فيها وفيها وفيها كلام يطول لكنني قربت لكم الفكرة من أن العملة في كل وجه من وجهيها هناك صورة مشتركة لأمريكا ولإسرائيل وليس في كل وجه من وجهي العملة هناك من صورة واحدة في كل وجه من وجهي العملة هناك صورتان صورة للولايات المتحدة ولإسرائيل ولكن في وجه يبدو للظاهر صورة الولايات المتحدة ووراءها إسرائيل وفي الوجه الآخر تبدو صورة إسرائيل ووراءها الولايات المتحدة ويستمر الحديث في هذه الجلسة أتعلمون أن في هذا المقرر ذكر اسم السيستاني 17 مرة 17 مرة يذكرونه بالإحترام والتقدير ولكن يجعلون منه وسيلة يمررون ما يريدون من خلاله ما يتصوره بعض العراقيين من أن الأمريكان يحترمون السيستاني يضحكون على أنفسهم هذا إذا كانوا هكذا يعتقدون كما يظهر هناك فيديو يتحدث فيه القاضي العراقي وائل عبد اللطيف من أن الأمريكان يحترمون السيستاني رجاء نعرض لنا هذا الفيديو أقول لك فتح حقيقة فيما يتعلق بالأمريكان الأمريكان من 2003 إلى الوقت الحاضر عدهم كثير من الاحترام إلى مقام المرجع السيستاني حقيقيا كثير من الاحترام عدهم إليه وهذا أعلنوا في كتبهم وخطبهم ومؤتمراتهم وبريمار وكتبه وطلعاته بعدين على عبر سلسلة من القنوات هذا الكلام بحسب الظاهر هناك احترام ولكن من خلال هذا الاحترام ومن خلال هذا التقدير تلتقي مصالحهم مع مصالح السيستاني السيستاني لا يعبأ لا بصاحب الزمان ولا بشيعة همه الأول والأخير كيف يتخلص من الخطر الإيراني وهو لا يفكر بخطر إيراني على العراق هو يفكر بخطر إيراني على المرجعية في النجاف يريد لمرجعيته أن تستمر وأن تنتقل لولده محمد رضا ولذا فهو مستعد أن يتعالف مع أي جهتين يمكنها أن تنفعه في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل قبل قليل مر علينا في الفيديو من الوثيقة التي هي من المقررات الرسمية لجلسات الكونغرس ما كان يتحدث به ما كان يتحدث به نائب مساعد وزير الخارجية برات ماكغورك من أن السيستاني يختلف مع الخميني والخامنئ وإيران إلى 180 درجة فهو فهو على استعداد أن يتعاون مع الأمريكان الذين يظهرون له الإحترام والتوقير وكأنهم يتفقون معه كي يصل إلى مراده الحكاية هي هذه في نفس الجلسة المرقم 108 وسأعرض لكم فيديو عن مقررات هذه الجلسة الدكتور كينيث فولاك هو محلل وخبير في المخابرات الأمريكية في الـ سي آي هؤلاء هم الذين يخططون في الكواليس ويقدمون البرامج لأعضاء الكونغرس وأعضاء الكونغرس هم الذين يحكمون نا يحكمون العالم عبر مؤسساتهم وعبر ما يمتلكون من القدرات التكنولوجية الهائلة فهؤلاء هم الذين يجلسون في الكواليس أمثال هذا الخبير دكتور كينيث بولاك ماذا يقول دكتور كينيث بولاك وهو من خبراء الـ سي آي محلل وخبير يقول لأعضاء الكونغرس في هذه الجلسة سيكون من المفيد لنا انتبهوا لهذه الكلمات انتبهوا لهذه الكلمات سأعرض لكم الوثيقة سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني نحن بحاجة إلى تمكينه إلى فرض سلطته إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا هذا هو البرنامج هذا هو البرنامج سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني نحن بحاجة إلى تمكينه إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا هذا الكلام ليس للإعلام هذا كلام ال سي آي أي كلام المخابرات المركزية الأمريكية يقدم برنامجا ومشورة ونصيحة وخطة عمل للكونغرس الأمريكي والذي سنحكم على أساسه هذه جلسات خاصة بإدارة أمور العراق وهؤلاء هم رجال الولايات المتحدة الأمريكية يضحكون علينا ويضحكون على مراجعنا ومراجعنا صحيح أنهم مضحكة إلا أنهم شياطين فاسدون في سبيل تحقيق أغراضهم الشخصية يبيعوننا ويبيعون محمدا وآل محمد هذا هو الذي يجري على أرض الواقع رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي من خلاله ندخل إلى الموقع الرسمي الألكتروني للكونغرس الأمريكي وبإمكانكم أيضا أنتم أن تدخلوا إليه متاح للجميع كي نعرض هذه الوثيقة بتفاصيلها قد يكون الفيديو طويلا لماذا؟ لأننا نريد أن نوثق الأمر بكامله فلا نريد أن نتحرك سريعا بسبب تغير أرقام الصفحات لأننا سنتابع أين ذكر اسم السيستاني في هذه المقررات وأعرض لكم نفس هذا الكلام وكل ذلك موجود في الموقع الرسمي الألكتروني للكونغرس الأمريكي متاح للجميع على الإنترنت على الشبكة العنكبوتية هذه ما هي بأسرار نحن سرقناها أخذناها بشكل علني واضح من الإنترنت وبإمكانكم أن تصلوا إليها وهناك ما هو أكثر وأكثر من ذلك أتمنى أن لا يصيبكم الملل لطول الفيديو لأننا نريد أن نرصد الحقيقة بشكل كامل والذي يبحث عن الحقيقة عليه أن يصبر عليه أن يتعب عليه أن يعاني حتى يصل إلى الحقيقة بشكل واضح رجاء اعرضوا لنا الفيديو موسيقى شكراً لكم 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 سلاح شكراً لكم 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 عشرة شكراً لكم ولأفتح لكم السستاني مرة يمنحه السلطة محمد تق الخوئي وعبد المجيد الخوئي وأخرى صدام لقد قدم صدام من الخدمات الهائلة للسستاني حينما يقولون من أنه محاصر تعرض لعملية اغتيال لماذا محمد تق الخوئي حين تعرض لعملية اغتيال قتل مرتضى البروجردي قتل علي الغروي قتل محمد الصدر قتل مع أولاده لماذا حين تعرض السستاني لعملية اغتيال لم يقتل هو ولم يقتل أولاده ولم يتأذى أحد من عائلته حارس من حراسه هو الذي قتل وحارس آخر جرح وبعد ذلك شفية من جرحه هذا الكلام من أنه كان في إقامة جبرية من قبل النظام كذب في كذب لماذا أفراد أسرته كانوا يسافرون إلى كل أنحاء العالم لو كان هناك من إقامة جبرية على السستاني أيام صدام هذا يعني أن صداما كان خائفا من نشاط السستاني فكيف يسمح لأفراد أسرته ولأقربائه ولوكلائه بالسفر والحركة في جميع أنحاء العالم يخرجون من العراق يعودون إلى العراق لماذا لم يعترض صدام على الأموال الكثيرة التي تأتي إلى السستاني بشكل علني إلى العراق أيام الحصار لماذا لم يعترض صدام على ذلك القضية واضحة فمرة تمنح السلطة للسستاني من قبل محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي وأخرى من قبل صدام وأخرى من قبل المخابرات الأمريكية هذا هو الذي يتحدث لست أنا وهو لا يتحدث للإعلام لأجل تشويه سمعة السستاني مثلا هم لا يفعلون ذلك هذه جلسات رسمية لوضع المخططات لإدارة أمر بلادنا هو الذي يقول سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السستاني نحن بحاجة إلى تمكينه إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السستاني قادر على الوقوف في وجهنا بالنسبة للديخيين أنتم لا تحتاجون يا دكتور بولاك الديخيون هم مستعدون لكل شيء قد مهدوا ظهورهم للمرجع وأولاده وأصغاره كي يركبوا عليهم الهي القالة مطي يركب ليش التعب والممشي حكايتنا طويلة لكن تذكروا أن الغرب أحس بخطورة المرجعية فأوعز إلى عملائه كقناة القمر مثلا لإثارة الحرب على هذه المرجعية التي هي واقفة في وجه الحضارة الغربية ملخة من فوق من جو نفس الشيء إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستان قادر على الوقوف في وجهنا هذه هي الحقيقة وللكلام صلة الحديث طويل 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 وأعتذر عن طول الحلقة أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة حتى لو أعدناها مئة مرة تابعوها تابعوها طهروا أنفسكم من هذه القذارة كيف تستطيعون أن تطهروا أنفسكم من هذه القذارة ما لم تعرفوا الحقيقة لم تعرفوا الحق حتى تعرف الذين يعملون به وتعرف الذين يضادونه ويحاربونه هل تعتقدون أن إمام زمانكم ينصب حوزة بهذه القذارة وينصب مراجع إذا أردنا أن نحملهم على أحسن المحامل فهم في غاية السفاهة والثول والغباء في أحسن المحامل ولكنهم ليسوا كذلك لابد أن نحملهم على أسوأ المحامل لأن هذا هو الذي يتناسب مع هذه الحقائق والمعطيات لكن حتى إذا أردنا أن نحملهم على أحسن المحامل وأصبحنا نحن من السذج والتافهين والأغبياء فإنهم في غاية الغباء والسفاهة والثول والانحطاط أليس كل الحقائق تقول هكذا ماذا تقولون أنتم